واليوم ان شاء الله بيكون مسارنا الى واد النخر او وقرية النخر وطبعا هذا الاتقاه متقهين من قبل شمس الى واد النخر وهذا المدخل وهذا طبعا الاحتاج فورويل الى هذا المكان لازم تكون السيارة مهيئة بالفورويل والسيارة مرتفعة ولاحظوا ما عليك فالطريق الى ان شاء الله متقهين الى البركة الدلة او المدلة ومثل ما تلاحظون في هذه المنطقة في هذا المكان المحدد هنا قرية قديمة لما تمر من الشارع العام فتشوف هذه القرية قرية قديمة جدا جدا مثرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاحظوا ما شاء الله في هذا المكان يوجد ماء طبعا هذا الماء الوقود عين غريبة من هذا المكان وتلاحظوا الآن هذا العين نسوي لها مخارج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوه بارك وحساكم بخير طبعا اليوم قينا لوادي النخر وادي النخر شوفوا ما شاء الله كيف تكونت الجبال شوفوا ما شاء الله طبعا هذه عين ونقفنا لهذا العين صغر ما كيف هذا العين طبعا هذا العين نفعه من الجبل وهال منطقة مسوي لهذا البيض هذا العين طبعا هذا المنبعه ورحمة الله شاء الله طبعا حكمة مسوي هذا البيب عشان يترك سييده حلواني السلام عليكم رحمة الله رحمة الله اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 طبعا هيدا بس كون دورات مياه وهذا كون الغرف نلاحظوا كيف وهذه غرفة طبعا دورات مياه طبعا طبعا في الاشياء الشكل الخديم في الميت الخديم طبعا 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 موسيقى و هذا نصار في الديابة انشاء الله و هذا الماء طبعا علامات المسار المواضحة متواجدة نشوف هالمكان كي مهلية هذا الشيء صار موسيقى 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 انظروا كيف يلاحظوا ينزل الوادي ويتقمع الماء في هذا المكان انظروا انظروا ان هذه البركة سويدة والأزينحة سباحة انظروا كيف انظروا سهم المسارة ماذا سهم المسارة؟ سهم المسارة موسيقى عبدالله هذا المسارة صعود موسيقى موسيقى صعود موسيقى لا لا هذا المسار ماذا؟ هذا ماذا؟ 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 موسيقى 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 يجب أن يكون هناك المسار بسم الله يحتاج لك لياقة لياقة تلو على لياقة تلو على تحتاج طبعا مشينا هذي المسافة من تحت تلاحظون والحين تبع هذا المسار يقول أنه صار في الحرفة الجبل طبعا مثل ما تلاحظون هذا المكان الحين على الحافة في لايحة هنا مكتوب أنه ممنوع السباحة في البركة طبعا عشان أهل المنطقة يشلوا ماء والميصاح للشرب وفي لايحة هنا تشقيعية تقول أقمن المناظر تأتي بعدها صعب السعادات يوالله في تشكيع يعني في هذا المسار تشوفك يا ما شاء الله طبعا مكان خطير لهذا البركة فيد القنزلق طبعا يوالله 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 الحلو في هذي مكان انما هي ويحدد لك المستوى اللي انت وصلت فيه خمسة سبعين بالمئة ان شاء الله الباقي القليل انوصل البركة طبعا فيه شباب هناك اسمع اصواتهم مستبدئين ان شاء الله ثم تلاحظة هذي البركة لاحظة كيف ان شاء الله فيه بركة طبعا فيه شلالات هنا هذا البركة الكبيرة او بركة مدلة لاحظة هذي الاسلاك الحماية بغرف هذي الاسلاك المكان خطير مهيئين لمكان وهنا قبضت اليد للنزول الخفيف طبعا او بركة هل حيام الان تكون مغامرة وزين قريئة ولاشي وكيد هذي المغامرة وهذي المتعل هذي المتعل او بركة انت او بركة او بركة او بركة او بركة المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وفي أمان الله